ورحمة الله وبركاته في بشرة صارة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة لتصحيح أوضاع المقيمين داخل المملكة والمسجل عليهم بلاغات تغيب عن العمل أو الغروب من خلال مبادرة تحسين العلاقة التعقدية للعمالة المنزلية إليكم كل التفاصيل متابعنا لأول مرة بدأوكم للاشتراك في القناة تفعيل زر الإشارات ليصلكم كل جديد لا تنسوا دعمنا بلايك لإنقلكم المزيد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعقدية للعمالة المنزلية والتي تنظم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلية عن العمل وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لسعي الوزارة المستمر إلى مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة القطاع الاستخدام والسياسات المتعلقة باستخدام العملات المنزلية وتماشيا مع استراتية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعقدية لجميع الأطراف وزيادة الجاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة وأوضحت الوزارة أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخول المملكة للعامل فإنه يجب على العامل الخروج النهائي خلال ستين يوما وإلا اعتبر مخالفا للنظام الإقامة والعمل وفي حال انهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل بعد تجاوز سنتين فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال ستين يوما من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اعتبرا مخالفا للنظام الإقامة والعمل وقد وضعت الوزارة ضوابط محددة في حال الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل تسمح لي صاحب العمل إلغاء بلاغ الانقطاع خلال 15 يوما تبدأ من تاريخ تقديمه لأول مرة وبعد ذلك يعتبر البلاغ نهائيا إذا لم يكن لدى العامل طلب نقل خدمات عبر منصة مساند أو قروج نهائي وتقدم المبادرة خدمتين رئيسيتين خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل وخدمة التنقل العمالي وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة طرع حقوق طرفية العلاقة التعقدية على أن تدخل المبادرة حيث التنفيذ بعد 120 يوما من تاريخ النشرة والقرار صادر في 18 رمضان 1445